تتجدد عقدة اللجنة الدستورية مع إبداء النظام رفضاً مغلظاً لمناقشة جدول أعمال الجولة المقبلة من اجتماعات اللجنة مبدئاً تمسكه الشديد بجدول الأعمال السابق القائم على عموميات تحت مسمى المبادئ الوطنية التي يستغلها النظام لزرع الشقاق في صفوف المعارضة والمجتمع المدني معاً لأي تصويت قد يضر به على أي بند من بنود الدستور في حال وصول اللجنة لمرحلة الصياغة الفعلية ومناقشة البنود وتشير مصادر تلفزيون سوريا إلى أن روسيا تسعى لتضمين الجلسة المقبلة من اجتماعات أستانا بند اللجنة الدستورية لتكون ضمن أوراق هذا المسار كما تسعى إلى إلغاء فكرة انتمائه لمسار جينيف والقرار 2254 وهو ما يفسر تأكيدات وزيري خارجية روسيا وإيران في لقائهما أمس في موسكو أن استانا تجاوزت الطريق المسدود الذي وصل إليه الغربيون وتلعب روسيا كما يقال في الوقت المستقطع في حالة الفراغ التي تعيشها الإدارة الأمريكية نتيجة الفترة الانتخابية ساعية للضغط إلى أقصى حد بانتظار الساكن البيت الأبيض الجديد والذي سيكون أمام وضع راهن غير موات أو مجبر على إعادة التفاوض من نقطة الصفر وتطمح روسيا من خلال لعبتها الجديدة إلى تخفيف الضغوط عليها وعلى النظام بالقول إن الحل يمر عبر موسكو وحدها ووفق رؤيتها وتقوم وفق مصادر تلفزيون سوريا على مبدأ أساسي الحفاظ على شخص بشار الأسد ضمن المنظومة الحاكمة وإمكانية مناقشة كل البند ما دون ذلك وهو ما يشكل خلافا جوهريا بين روسيا وجميع الدول الفاعلة باستثناء إيران بطبيعة الحال